صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وكل سنة وانتم طيبين مصر النهاردة بتحتفل بأعياد الربيع بتحتفل بعيد شام النسيم العيد المصري الأصيل اللي ارتبطنا به من عصر المصريين القدماء وأصبحت يعني عادة وطراث شعبي بقى لازم كل سنة نحتفل لازم ناكل رنجة وفسيخ في هذا العيد وإن كان السنة دي الموضوع هيبقى مختلف شوية سنة دي سنة اللي فاتت برضو يعني بس احنا بنحتفل في كل الأحوال احنا بنحتفل يعني احنا وكمان على ذكر الاحتفال حقيقة كان لازم نشاول لكم على أهم الاعياد والاحتفالات اللي كان بيحتفل بيها المصري القديم على سبيل مثال مثلا الاعياد السماوية الاعياد القومية الاعياد المسجلة على جدران المعابد والمقابر كلام كتير جدا عن أسماء ومظاهر الاحتفال بالاعياد في مصر القديمة يكلمنا عنها بالتفصيل دي رؤتي دكتور ممدوح فاروق مدير متحف ام حطب بسقارة صباح الخير على حديك دكتور كل سنة حديك طيب صباح الخير عليكم كل صنطيبين وعيد سعيد على كل الناس وعيد سعيد على الأخوة المسحيين وكل شعب مصر كله ان شاء الله يا رب ان شاء الله دكتور في البداية عاوزين نعرف من حضرتك ليه المصر القديم أسس ورسخ للاحتفال بهذا العيد شام النسيم أولا خلينا نتكلم عن فكرة الأعياد المصر القديم كان حبيب جدا الحياة وعالم الأموات الموت بالنسبة له كان احتفال حتى لما ينتقل العالم الآخر كان بيجاهز له كان احتفال جميل جدا بيستعدله كان له زفاف عرص شام النسيم بقى بالذات احنا مش عايزين نخلط لان ما كانش فيه يوم يسمى شام النسيم عند المصر القديم يعني فيه حاجة اسمها احتفالات أعياد الشمو والشمود ده يتعباره عن أحد فصول السنة تمام فهنتكلم عن التقويم بعد كهن نخش على موضوع شام النسيم بسرعة المصر القديم كان بيرائب حرقة الأجرام السماوية النيل الشمس فبدأ يدرك ان هناك تقويم فعمل تقويم للسنة ثلاث مواسم موسم اسمه الأخي تلوى الفيضان ده أربع شهور موسم اسمه بيرت اللي هو الشيتة جات من كين البرد ده أربع شهور وموسم اسمه شيمو اللي هو فاصل الحصاد اللي هو برضو أربع شهور فإحنا عرض بعض تلاتة باثناشر تصر شهر فكل أربع شهور بيحتفل بمجموعة أعياد مناسبة حسب الجزء الديني بمعنى إيه هو عنده الموت الفيضان هو عبارة عن الموت اللي هو وزير يتقتل من أخوه تمام فبكاء زيز زوجته عليه هو الفيضان اللي جيه علشان يغرق الكون جينا بعد كده في الأربع شهور الثانيين بيرت اللي هو فاصل البذر أو وضع البذور اللي هو فاصل زراعي لأن ربط الزراعة بالأساطير الدينية فبدأ يقول إن البيرت ده هو عبارة عن الدفن بتاعه وزير بعد ما إيه؟ بعد ما تقتل نيجي للفاصل الأخير اللي هو البعث اللي هو صعد أو صحي من الموت بعد موته اللي هو فاصل الحصاد اللي هو الجني بقى اللي هو الشيمو ده اللي هنتكلم عليه بالنسبة لشيمو ما كانش يوم ده كان حوالي أيام كتيرة جدا جدا بس هنركز على أهم الأعياد الموجودة في الأخط والشيمو دورة أهم الأعياد ومحدد اليوم عندنا مصادر بترجع للدولة القديمة يعني نتكلم على 2400 قبل الميلاد دي في الأسرة الخمسة خليب لكم عشان في نقطة مهمة قوي في احتفال طريق الكباش ده كان عيد القبط على فكرة عيد القبط ده هنتكلم عنه تمام أو عيد ما بين معبد الكارنك ومعبد اللقصر بس هل كان في مصادر بتقول أن في مصدر احتفال احنا جدنا تقريبا فعد رمسيس الثالث مية اتنين تسجيل مية اتنين وستين احتفال من عد أيام السنة مية اتنين وستين احتفال احنا عندها تلتمية خمسة وستين يوم فالمصر القديم لما عمل لا فيه عارف السنة الكبيسة لما بساعد بتلاقي فيه خمس ايام زيادة دي بيسموها أيام النسيق فاحتفلوا بخمس أيام بعياد ميلاد الالهة اللي هو ايزيس وازوريس وست ونفتيس وحورس دي أسماني نونية لكن حور وست وإيزا دي الأسامة المصرية فاحتفل بعياد ميلادهم السنة الكبيسة اللي بتزود خمس ايام على الايه على السنة فيه ملك اسمه صحورة في الأسر خمسة وملك اسمه نيه أسر رع في الأسر خمسة لقينا بعض القوائم بتقول ان فيه احتفال بتي بي رمبت اللي هو عيد راس السنة عيد راس السنة وده بقى بيوافي ايه بقى 19 سبعة يوليو مش أول يناير راس السنة عند المصر القديم بيبدأ من فصل ده حاسد ده مرتبط بقى بالثلاث موسم لحضرتك قلتها ده مرتبط بقى ده كان سنة مالية جديدة ده سنة مالية جديدة هقول لك على حاجة جميلة جدا 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 طبعا السمكة صافية بيسمى نجمة اسمها سوتس أو سوبت نجمة الشعر اليمنية بتظهر في أول يوم في الفيضان أول ما بتظهر قولك الفيضان جاي وبتغطي وبتوصل عند رقطة معينة عند إيونو اللي هي اليوبلس ويقولك الفيضان بدأ العيد هنا يبدأ أو الفصل هنا يبدأ اسمه الآخر واحد آخت هنا بيبدأ بقى الاحتفال بي تي بي رمبت اللي هو فصل راس السنة اللي هو ظهور نجمة الشعر اليمنية بتقعد سبعين يوم في السنة من أورا بطفيش حتى بيقولك إن روح يزيس موجودة في هزيه في هزيه النجمة فصل آخت أهم فصوله نجي لفصل أول حاجة احتفال راس السنة فيه احتفال اسمه واجي الاحتفال ده خاص بإيه اعتحد مع المعبود تحوت فيه فصل يبقى فيه عيد غريب جدا اسمه زيارة الموتة وده في اليوم الثمنتاشر زيادة زيارة الموتة زيارة الموتة يعني إحنا عندنا في العيد بنزور الموتة بنعمل ايه بنجيب قرص ونجيب أطعامة ونروح المقابر ونوزعها رحمة ونور على روح ايه المتوفة واناك اللي هي القرابين القرابين بقى نيجي بقى للموضوع التاني نيجي في اليوم الثمنتاشر من الفصل الآخر الفيضان في نفس أول شهر ده اسمه زيارة الموتة بيجي يزور قاربهم يجي بلهم القرابين والكلام ده كله حتى في الدول الوسطى في واحد اسمه حيب جيفي كان ذكر الموضوع دوت تمام نيجي بقى دي الفصول بتاعت الآخط دي بتاعت الفيضان نيجي الفصل الشمو اللي حب نتكلم عليه هنتكلم على يومه أربع شهور في الشمو أربع ايه أربع شهور في الفصل الأول من فصل الصيف في العيد الأولاني خاصة بالإباها اسمها ريني نوت دي الفصل الحصاد فصل الأيه ده أول يوم في الشهر الأيه الأول فيه كمان مارس الفصل ده بيبدأ أمتى دكتور؟ ده بيبدأ من هولا حداك من التاريخ بقى عندنا من 10-7 لنص 11 ده فصل آخد من نص 11 لنص 3 فصل البرد من 21 مارس بيبدأ فصل الشمو وعد بقى أربع شهور فيما بعد فبنتكلم على فصل الشمو اللي هو بيسموه ساعة شم إنسيم قلقوا فصل الندوج أنا بجني ما زرعته تمام؟ فالفكرة كلها بقى عندنا في اليوم العاشر أنوبيس إلى التحنيف في اليوم الحداشر عندنا الإعياد الخمسة عندنا كمان إعياد خمسة خاصة بالنصية فاحب متكلم على فيه بقى عيد في الفصل الثاني من شم النسيم اسمه عيد الوادي الجميل لو إحنا بصينا على مظاهر التراث أو مظاهر الاحتفال بي هتلاقوه مشابه جدا للإعياد اللي بنظر في المقابر إيه اللي بيحصل بقى؟ بيبدأ بياخدوا الموكب بتاع الملك بتاع الإله أمون ويخنصوا ابنهم ويموت بياخدوا الناس والملك وياخدوا الناس والكهنة ويعدوا من الضفة الشرقية للضفة لإيه؟ الغربية من المركب وياخدوا المقاسير ويعدوا عند المقابر اللي عبارة عن التواصل الأحياء مع الأموات التواصل الأحياء إيه؟ مع الأموات يعودوا بقى عشر طيام ويرقصوا بصوا بقى حضرك في الجنازة بيبقى فيه رأس وبقى فيه غنى وفيه تقوس وفيه كل حاجة بتتم كمظاه الفرحة فالموت بنتظره مرحلة انتقالية وليست مرحلة نهائية دي كانت أهم النقاط بالنسبة للأعياد اللي احنا بنتكلم عليه فصل عيدة الوادي الجميل ده في الشهر التاني اسمه خنتي حتى الفصول أسماء لها أسماء الآلهة ده اسمه خنت خنتي الفصل الشهر الأول اسمه خنسو فإحنا بنتكلم على الشيمو اللي هو أربع صهور أهم أعياد في الشهر الأول والشهر الثاني اعتقد يعني رد حضرتك ده على السؤال أحمد يرد كمان لأنه في البعض بيقول أنه الحضارة المصرية القديمة هي حضارة جنائزية في ناس بتعتبر أنها حضارة تعتقد فقط في الموت وأنه ما كانش عنده مظاهر احتفال وما كانش فيه بالعكس زي ما حضرتك قلت ده احتفالات كتير نص السنة تقريبا احتفالات طبعا وأعياد طيب برضو حابين نرجع مع حضرتك لمظاهر الاحتفال بقى بالأعياد دي بما أننا نحن نتكلم دلوقتي عن شام النسيم يعني واضح أنه فيه أعياد كتير لو حضرتك تقول لنا مظاهر الاحتفال دي كانت بتيجي منين وأبرز مظاهر الاحتفالات إن كان بشام النسيم أو أبرز الأعياد تمام في معبد هابو عندنا قائمة أعياد معبد هابو للملك رمسيس الثالث في الدولة الحديثة قائمة الأعياد ذكر فيها أهم الأعياد عيد سكر المعبود سكر اللي هو سمى عليه إثم سقارة وفيه عيد الأوبت الناس بتحتفل مع الملك والملك بالنسبة لهم هو الوسيط من المعبود والبشر وخباك الموطة دي مهمة جدا لأن فيها عقيدة فلسفية بتتكلم على فكرة هل الملك إله ولا الملك هو يعتبر الوسيط هو في روح الإله اللي بتوسط للبشر عند الإله حتى إيه القرابين بتتقدم لازم عن طريق الملك والإله فبيجي يحتفلوا الشعب مع الملك في الفناء الأول في المعبد فالعيد بيتم إيه معظم احتفاد فين؟ في المعبد بيلبسوا أهم إيه الملابس حتى الكتان لبس الكتان على فكرة لونه الأبيض ده حتى لبس الكهنة بيبقى لون جميل جدا على فكرة ورمز الطهارة اللي هو الكهنة حتى كمان بيحلقوا شعرهم في الطقوس علشان دي نوع من أنواع الدنس اللي هو مش عايز أي شعر يقع في أي طقوس موض فالشعب بيحتفل مع الملك بألوان زهية بيلبس أحلى لبس حتى تمثال الإله أمون بيحطوله بيزينوه بيعطره بيحطوله مجوهرات بيحطوله حلي بيزينوه ولبسوه فكان المظاهر الاحتفال الشعب مع الملك ليوم حدود معينة فيبقى فيه فناء مفتوح بيحتفل مع الملك أما قدس الأقداس اللي هو آخر جزء في المعبد كان الملك وكبير الكهنة هم اللي بيحطوله بس علشان يحيوا ويقدسوا ويقدموا كل الخير علشان يجلبوا الروح الخير من هذا الإله وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا المعبودات دي هي أرواح تمثل الخير والشر فالمصر القديم يتكرر بإليه علشان تجلب له الخير وأبعاد الشر ده مهم جدا هقول لكم على حاجة جميلة جدا مش عايزة نسيها موضوع البصل الأخضر موضوع البصل الأخضر ده عشان نوصل لموضوع شامل نسيم اسمه حجو فالبصل الأخضر ده بيتزرع بيبقى الجدر بتاعته تحت ورسل بيضع فوق فيبيعتقدوا أن الجزء الأبيض بتاع البصل ده هو عبارة عن عين حورس اللي تقلعت أثناء إسرعه مع سات لأن عمه خالع عينه أثناء الخناء اللي برهم من بعض فإلا حصل بقى ففيه تقصة بتتقدم أن تقص البصل البصل ده على فكرة تم تقديسه أو تم استخدامه في التقوص لأنه له قوة رهيبة جدا لو واحد بيغم عليه بيشامل بصل فده خلاه نوع من أنواع التقوص أنه بيبعث القوة مرة أخرى بعد الموت ده البصل ده حتى بيحطوا في المومية في الأسرة 21 بصلتين مكان العينين في التحنيط بصلتين مكان العينين بصل أخضر في الأسرة 21 لأن التحنيط تتقدم وفيه تطور فيه فحصل ده بصل تحط مكان العينين الاثنين حطوا بصلتين والبصل ده مهم جدا وحتى كمان ذكر في كتاب الموتى تمام في أحد الفصول فلتأكل البصل تمام فأنه يحميك يحمي قلبك فالبصل برضو الحماية وموضوع كمان الفسيخ أنا أتكلم برضو تمليح للسمك على فكرة موضوع الفسيخ ده هو مش السمك اللي تم تعفونه لا ده هو التمليح اللي هو الحفظ لأن المصل القديم كان بيحفظ الأطعمة لأن ساعات فيه بيحتاج الأطعمة في مواسم هو ما عندوش فيها الحاجات دي موجودة الأطعمة دي بالضبط سواء بتخزين حبوب وتخزين قمح حتى موضوع السمك فالسمك بالنسبة لنا كان مهم جدا نصد الأسماك وكان بيتم تمليحه تمليح أنا عندي في ماتحة في المحطب جبنة قريش متحنطة جبنة قريش لدوم ودوم متحنط ده كان بيت يعني طريقة الاحتفاظ في ملح بتحفظوه في ملح الملح ده الملح ده الملح والطوم والبصل هو أهم المواد الحفظ أنا بس أقول لهم حتى بشرح لهم بقول لهم ده أنتي بيوتك اللي هو البصل والطوم وده بيستخدمه في موضوع على فكرة اختبار الحمل واختبار الأمراض بس يتكلم على نقطة مهمة جدا أن المواد الطبيعية والأعشاب والنباتات المصر القديم كان متقدم فيها وكان عبقري على فكرة كان عبقري جدا جدا في الموضوع ده الأعياد بالنسبة للمصر القديم هو الخروج في النزهات الاحتفالات التواجد مع الملك في احتفاله تقرب الخير فبالنسبة له الأعياد موضوع الجنازي ده موضوع غير صحيح لأن الموت بالنسبة له هو حفلة عيد ده احنا عندنا كمان مظهر احتفال للسيدة المصرية بتتعطر تحط البروكة البروكة تلبسها والبروكة تتعامل من ألياف حقيقية يعني شعر الست مش ألياف حقيقية وكما تحط القومة عطري فوق دماغها القومة العطري ده أطيع باندان عطري لما بيسيح بيعمل رائحة عطرية للست على فكرة والخادمات بيفضلوا يهندموها ويفضلوا يحطوا لها الأقراط والحلقان وكل حاجة الشياكة والأناقة والجمال احنا كحضارة تفرضنا عن جميع الأجناس الموجودة على فكرة فالمصر القديم كان بيعتزب جنسه جدا ولغته في الحضارة المصرية القديمة في أعياده وفي كل شيء حتى الأعياد خدوها بعد كده في الفورس عيد أن يروز والله هو طلوين البيض يعني إحنا لما تقدم موضوع الأعياد قاعدة أن نحتفل نحتفل خدوا بعض الأعياد هو تنوين البيض ده اللي موجود حاليا في شم النسين برح موجود بس مش موجود في المصر القديم يعني أنا هتكلم بشكل عيني هو فيه مزج حصل ما بين الحضارات أو الثفافات حصل مزج لأن حضارك دخلنا إحنا دخل علينا دخل علينا إحنا كمصريين اللغة التبطية لما دخل الأغريق مصر فحصلت انصهار وحاجة اسمها اختراط حضاري دمج حضاري فحصل عدد التوقليين لكن هقوله حاجة مهمة أول حضارتك إحنا الشعب الوحيد اللي ما تأثرش بأي تأثر حضاري من أي حاجة احتلنا الفرص احتلنا الأسوري احتلنا ليبيين الكوشيين احتفظنا بعداتنا وتقاليدنا صحيح ومحدش قدر يأثر علينا ده إحنا اللي أثرنا بالعكس خدوا مننا عليهم في اللغة بتاعتنا لدرجة إن إحنا خدنا بعض الأفرص وده حتى في الوقت الحديث يعني أثناء الحملة الفرنسية برضو لم نتأثر باللغة الفرنسية وهم اللي خلموا عرب قبل احترال الإنجليزي برضو لا ما حصلش إحنا تبديم كدلك منتكلم فيه أنا وإنت يا أحمد في البداية خالص منتكلم يا دكتور إنه مصر ليها هوية مختلفة فيها سمات ربانية بقى في حاجة فيها سبحان الله لا تقبل فعلا لا تقبل التأثر بأي شيء خارجي هقول لحضرك على حاجة عشان بس ما ننساش نقطة مهمة قوي موضوع إنه في ناس بتستخسر علينا الحضرة بتاعتنا بتقول لنا أنتوا لأ أنتوا مش أصلكم هقولوك على حاجة مهمة جدا إحنا تحوطنا بنهر النيل والطبيعة صحيح كل الأجناس اللي حوالينا سواء في الجنوب أو الشمال أو الغرب ما صنعوش اللي صنعناه حتى الحضارة الأشهرية كان بتعمل الكتابة المثمارية على الطين إحنا نقاشنا على الحجر اللغة الوحيدة اللغة المصرية القديمة اللي إحنا تفردنا بيها ما فيش أي دولة ولا جنس في العالم قدر يتكلمها المصر القديم لما عمل ده فيه لوحة لوحة غريبة قوي على تابوت لوحة اسمه وير إش نيفر اللوحة دي بتذكر الكون بترسم الكون الإلهة السماء وجايبين كامة مصر في النص وكل البيضة الأجنبية حوالينا يعني إحنا مركز القوة مركز الكون أو مركز القوة إحنا كجنس حتى في نشط إخناتون في نشط أتون قال لك إن إحنا الديانة أو القوة أو العقيدة نشأت من مصر نصات الخلق نشأت إيه من مصر فإحنا مركز الكون في الاحتفال حتى كل كل الدول اللي حوالينا خدوا مننا على فكرة الاحتفالاتنا يعني يا رب دايما تبقى أيامنا كده كلها بهجة وفرحة وأعياد يعني تأثرا بأجدادنا بقى المصري القديم تحديدا ونكمل هذا يعني أقول المسيرة العطرة من الاحتفالات والانتصارات تحديدا كمان اللي حصلت في هذه العيام بنشكر حضرتك الدكتور ممدوح فاروق مدير مدحف إمت حطب بسقرة إم حطب بسقرة عيد الكلمس حلوة جدا حب نفر عيد جميل حر ريمس إنكمت على أهل مصر دي مهمة جدا احنا عندنا أعياد شام النسيين كرسانة وكونوا طيبين عيد القيامة للأخوة المسيحيين عندنا عيد الفطر وعندنا حاجات جميلة عن عيد الفطر فياربنا يجعلها كل أيامنا أعياد بإذن الله بإذن الله أتمنى حتى يبقى عندنا معلومات ولو بسيطة عن لغة المصرية القديمة بشكرك طبعا جزيلا شكرا شكرا